سنة 1948 أو من سنة 1948 ومن ساعة ما بقى في حاجة اسمها دولة للكيان الصهيوني فإنه سلطات هذا الكيان هذا الاحتلال مرست كل أشكال الجرم الممكن تجاه الشعب الفلسطيني كل أشكال الجرم سمي كيفما شئت فكانت هذه الانتهاكات هذه الجرائم هذه السخائم والبشائع والمجازر فيها كل أنواع سياسات الاستهداف والتصفية والاحتجاز والاعتقال والتنكيل والأتل والمدهمة والاغتيال وطبعا اقتحام المقدسات فلم يفرق ما بين مقدسات إسلامية ومقدسات مسيحية ونحن لا نفرق فكلها دور لعبادة الواحد هل بس عملوا كده في غزة لا هم عملوا كده في كل المدن تقريبا أنا ممكن أعدي لك اللي عملوه في يافا اللي عملوه في القدس اللي عملوه في القطاع وبالمناسبة ما تقولش تاني تل أبيب وما تقولش تاني تل الربيع هي حي في يافا ارجع لمدبحة السرايا الأديمة وانت تعرف التاريخ كويس خليك معنا تشوف هذا التقرير حول بضع أو بعض من هذه المجازر اللي ارتكبت بحق شعب في أراضينا في فلسطين تاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بحرمانهم من حقوقهم الأساسية وسط أوضاع معيشية بالغة الصعوبة وعرقلة أي أفق سياسي جاد لتسوية الصراع الذي طال أمده على مدار سنوات استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سياساتها التعسفية تجاه الفلسطينيين بما في ذلك عمليات الاستهداف والتصفية والاحتجاز التعسفي واقتحام الأحياء الفلسطينية ومصادرة الممتلكات الاحتلال الإسرائيلي مارس سياسة ممنهجة لحملات الاعتقال على نحو شبه يومي ضد الفلسطينيين مع افتقارها للإجراءات القانونية ومعايير الاتقال والمحاكمة العادلة وفي هذا الإجراء التعسفي انتهكت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاتفاقيات والقرارات الدولية حيث اعتقلت خلال عام 2022 وحدة 3500 واربعة فلسطينيين عمليات الدهم المستمرة للأحياء والمنازل الفلسطينية رافقها نوع آخر من الانتهاكات حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم للمنازل والمباني بلغت خمسين ألف منزل فلسطيني على مدار خمسين عاما كما أنها ترفض منحهم تراخيصة لبناء منازل جديدة أو منشآت وفي المقابل تسمح ببناء وحدات استطانية جديدة ضمن سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني على الأرض وخلال عمليات الدهم أو الاعتقال تستخدم القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الرصاص الحي والمططي وقنابل الغاز والصوت ووسائل القمع الأخرى مما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرح والتسبب في إعاقات دائمة للأشخاص المستهدفين الانتهاكات الإسرائيلية طالت أيضا المقدسات وأماكن العبادة فخلال الفترة الماضية اتخذت إسرائيل منحا متصاعدا للانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية فاستمر المستوطنون في تنفيذ اقتحامات يومية لباحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال وتعمد المقتحمون أداء الصلوات في ساحات المسجد الأقصى في الوقت الذي تمنع فيه قوات الاحتلال جموع الفلسطينيين من الصلاة والدخول إلى المسجد ضاربة بذلك كل القيم الدينية والإنسانية هو فيه وحشية بعد ده يعني الناس بتتضرب وها بتصلي يعني إيه خط الوحشية الفاصل ما بين وحشية ووحشية مفرطة كلها الحقيقة مجموعة من المصطلحات تثير الحفيز والك الوحشية الوحشية المفرطة مفرطت إيه؟ هو فيه وحشية وحشية مفرطة؟ مفرطة؟ شكرا للمستاه инструмент